هنحل إزاي كمان؟ هتقل عليك النهاردة هنقدر وحنحترم النفحة الربانية اللي ربنا أودعها فيها مفيش إنسان بلا قدرات وإمكانيات كتيرة وخلينا أقولك لو أنت شايفها ما عندهاش إمكانيات وقدرات يبقى أنت لحد النهاردة ما شفتهاش ما شفتش ربنا أودع فيها إيه وحاولك من قلبي أنت المسؤول عن تفجير إمكانياتها وقدراتها ما أنت جوزها أنت راجلها أنت سندها أنت دعمها فعايز أقول لحضرتك شوف إمكانياتها وقدراتها وقدرها حتى لو مش ظهر كلها ظهر منها حتة صغيرة عاملة زي جبل التلج كده ظهر حتة صغيرة عبر لها عن تقديرك ليها عشان تبدأ إمكانيات دي تبان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلح الحديبية وصلح الحديبية يعني النبي والصحابة رايحين يعتمروا فقريشة قلت لهم مش هتعتمروا رجالة رايحين يعتمروا ويعاملوا عبادة لرب العالمين قريشة منعتهم ودي جبلة وعلى إيه راجل خالي أنت رايح مكان حتى لك مش تدخل هترجع كبيرة فالصحابة لما النبي صلى الله عليه وسلم عمل الصلح والنبي اتفق مع القريش أنه هم مش هيعتمروا رغم أنه هم محرمين فالنبي قال لهم هترجع مش هنعتمد يا جماعة فكوا أحرامكم فكوا أحرامكم اللي بيقول فكوا الإحرام ده ده رسول الله إن هو إلا وحي نيوح كلامه ده بينزله من سيدنا الجبريل من فوق سبع سماوات من عند رب العالمين لكن الصحابة رفضوه مش هنفك يا إحرامنا أنتو بتعصوا أمر رسول الله وأمر ربنا لأنت تهلك فإذا بالنبي يدخل على أم سلم الخيمة يقول لها الصحابة رفضين يحلقوا أنا خايف عليهم ده مشكلة كبيرة مش هسيني فوقوا أحرامهم مش سمعين كلامي ربنا مش سمعين كلامي فإذا بيها تقوله اخرج وإحلق يا رسول الله سيبهم ما تكلمهمش وهم حيحلقوا وراءك النبي صلى الله عليه وقال له وسلم رجع لها أرجع لها رجع لها ليه لأنه مقدرها مش مستهين بإمكانياتها وقدرتها فربنا بعت لربعمائة راجل الحل على السنة شارك مراتك ووريها أن أنت مقدرها واحترم رأيها ووجهة نظارها وشوف البركة اللي حتحل على العلاقة وشوف لما هي تشوفك أنت مقدرها هي حتعمل معاك عشان تقدرك ابدأ من عندك ما كل حل في العيلة لازم صاحب الأزمة يبدأ من عنده فالعجل الضور فبعد كده نحترم بعض احترمها واحترم رأيها واحترم قدراتها وشوف أثر ده عليها وعليك وعلى العيلة هي بعمل إزاي؟ أنا تكلمت بس ممكن أكون تكلمت متأخر يعني فضلت موجوعة كتير ما سمعتنيش أنا ما سمعتنيش أنا ما سمعتش إن أنا موجوعة ده الوشت علي يعني وفضلت عديها عديها لغاية ما خلاص رحتم تكلمها وأنا مين يسمعني أنا مين يسمعني أنا كمان لو حسبناها الحزبة دي مش هنخلص مين يسمع مين مش هنخلص آه آه ممكن ببقاش في حد بيسمحها بس هي ممكن تخلق نفسها حقيقة ممكن تتكلم مع ولادها ممكن تعمل أي حاجة بس لو هنضحي زي ما هي محتاجة حد يسمعها أنا كمان محتاج حد يسمعني من التقدير وعدم اللي استهانة إن أنت تديلها حقها فيك يعني إيه؟ أنا تديلها وقت يومي كل يوم بتاحها بتاحها هي بس وليكن الوقت ده عشر دقيق أول اليوم خمس دقيق فنص اليوم زي ما تختاروه بس أنت عمل لها وقت مخصوص مقدس تقعد معها بس تقول لها عامل إيه؟ أغبارك إيه؟ أغبار اليوم إيه؟ يومك عامل إزاي؟ وتسمعها بكليتك تبقى حاضر معاها فعلا بس يبقى يوميا فتشوف أن أنت مقدر وجودها ومقدر أن أنت مشغول عنها طول اليوم ومقدر أن أنت مش حاضر معاها طول اليوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بين وبين السيدة عائشة لازمة إيه اللازمة دي؟ أن السيدة عائشة كانت كل شوية تقوله حبك لي عامل إزاي يا رسول الله أول مرة سألته حبك لي عامل إزاي يا رسول الله قال لها حب ليك عامل زي العقدة فبقيت كل شوية تسألوا كيف حال العقدة؟ هيقول لها كما هي دي العقدة زي ما هي ادي مراتك وقت وخلي بينك وبينها رابط زي الحبل كده والعقدة بتاعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبقى العشر دي دول هم الرابط أنت بتحكي لها حاجة عنك وهي بتحكي لك حاجة عنها وقت ليها الوقت ده العشر دي دول هيحسسوها أدي هي غالية عندك أدي هي مقدرة أدي هي غالية عليك وأدي أنت بتحترمها وبتحترم موجودها وليها إيمة في حياتك في يوم الدنيا تشغلك ويحصل حاجة في حياتك تخليك مضغوط وقتها هي حتقدر لك ما أنت قد تلاها كتير ورصيدك عندها كبير من الاحترام والتقدير وقتها بإذن الله أزمة العيلة تتحل وحال العيلة يتغير وعلى قط كتب أعلاقة كلها سكن ورحمة وجمال أوروبا ترجمة نانسي قنقر